سلمت قلبي يا ربي لتعسله رفعته لك من خوفي فأنت لو تعلم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أصدقائنا وأحبابنا في قناة معلومات أسرار آخر الزمان النهاردة معانا كلام في منتهى الخطورة والأهمية العالم حوالينا مقلوب والتعتيم الإعلامي مستمر طريقة عرض الأخبار نوع من أنواع الكذب لما أعرض عليك الخبر أن ديت أحداث تقليدية فده نوع من أنواع الكذب والتدليس خد بالك معايا من الأخبار اللي هنستعرضها النهاردة وهنشوف مشاهد بالصوت والصورة أو ممكن نكتم الصوت عشان الحقوق بتاعة الملكية بس هتشوف مشاهد مرعبة فعلا بالمعنى الحرفي للكلمة في البداية شهر أغسطس القادم اللي خلاص هيبدأ كمان ساعات قليلة العلماء على مستوى العالم بيعتبروا أن الشهر ده شهر مفصلي وخطير جدا حتى أن هم بيسموه شهر الموت طبعا كلمة مرعبة جدا لأن ارتفاع درجات الحرارة هيزداد خاصة في أماكن أوروبا وأمريكا ونسأل نفسنا سؤال الناس دي بتقول أن الحرارة هترتفع بدرجات غير مسبوقة في مناطق أوروبا وأمريكا ونحية البحر المتوسط يعني أماكن نحية فرنسا نحية إيطاليا نحية المغرب نحية تونس إيه السبب في التركيز على الأماكن دي دون بقية الأرض طبعا تأثيرات نجم الآيات اللي هم بينكروها وكل يوم بتتضح هذه التأثيرات وزي ما بنقول وبنعيد ونزيد إن هذه التأثيرات ستزداد يوما بعد يوم وبفضل الله كلامنا بيطلع صحيح والتأثيرات بنراها بوضوح بتزداد كل يوم أكتر الخبر اللي معانا الموت في أغسطس موجة حر في البحر المتوسط هي الأكثر سوءا ينزر شهر أغسطس القادم بموجة حر طويلة الأمد على جميع أنحاء القارة الأوروبية خد بالك وبيقولك في الخبر الرئيسي البحر المتوسط وجوه بيقولك جميع أنحاء القارة الأوروبية مما يسهم في تدمير النظم البيئية وقتل أعداد من الكائنات والأنواع البحرية وأدت الحرارة الشديدة في الأسابيع بالفعل حرائق ووفيات بالآلاف في أوروبا طبعا الخبر ده لافف أوي ليه؟ لأنه بيتكلم أن الحرارة تؤدي لتدمير البيئة ونوع وقتل الكائنات البحرية وخلاص طيب فين سيرت البشر؟ يقوم يكمل الكلام ويقول إيه؟ ويقول إن الحرارة الشديدة في الأسابيع الأخيرة أدت إلى حرائق وإيه كمان حط بقى ميت خط تحت الكلمة دي وفيات تقدر بالآلاف في أوروبا إذن هذه التأثيرات تطال البشر أيضا هذه التأثيرات تطال البشر أيضا خبر آخر بيتكلم في نفس المعنى بيقول الموت في أغسطس وبيتكلم عن موجة حر غير معتدة في مياه البحر المتوسط زي ما بيقول لكم الفترة القادمة هتشهد تطورات خطيرة جدا وهنلاقي وفيات وأعداد كبيرة جدا من الوفيات بسبب تأثيرات الطارق بين قوسين ارتفاع دراجات الحرارة وقبل أن أنتقل للخبر المرعب بقى اللي جاي هتشوف كلام في الفترة اللي جاية من هذا القبيل فهل هذه كلها مقدمات لشهر تسعة اللي هو هيبقى فيه صفر اللي فيه حديث بتتكلم عن وصول نجم الآيات في صفر لا ندري صفر القادم اللي بعديه اللي بعديه رواية ابن مسعود بتقول أن نجم الآيات نجم الطارق النجم ذو الزنب هيظهر في شهر صفر فهل كل الكلام ده مقدمات لما سيحدث في شهر تسعة هل هيعودوا طول شهر أغسطس يمهدوا للناس للي ممكن يحصل في شهر تسعة نقول دائما العلم عند الله وشاركونا التعليقات بتاعتكم طبعا المشهد اللي احنا هنشوفه دلوقتي قصدنا على الشاشة هو مشهد مرعب بمعنى الكلمة شايفين السماء كما تظهر أمامنا السماء في الصين حمراء حاجات غريبة جدا بتحصل في الصين السماء حمراء المشهد ده مشهد مرعب وبيتقرر كثيرا في الصين المشهد ده كم من يومين تقريبا في الصين اوعى تقول زي ما قالوا قبل كده زمان عارض ممطرنا اوعى تألت قول الكفار وتقول فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها هذا نذير من النظر الأولى وما نرسل بالآيات إلا تخويفة اوعى تشوف المشاهد دي وتقول لا دي مشاهد تقليدية عشان تكررت مرتين ثلاثة أربعة بدأنا نحنا نتعود عليها المشاهد دي مرعبة جدا الغريب في الموضوع أيها الأحباب ان نفس الدولة في الصين مشهد أشد رعبا بكثير تخيل تعمل ايه لو الدنيا نهار عندك وعلى فجأة قلبة ليل تعمل ايه لو شفت المشهد ده هذا ما حدث كما يظهر أمامنا على الشاشة احنا شايفين ايه قصادنا ليل لا في الحقيقة ده المشهد ده كان في الصين في عز النهار قاعد لمدة دقيقة دقتين ضلمة حالكة زي ما انتوا شايفين كده هو وبعد كده رجع النهار ايه اللي بيحصل في الصين يعني هذا نذير من النظر الأولى الآيات الربانية الآيات الكونية مستمرة فاكرين الشمس اللي الصين عملتها عشان تتحدى الخالق وخلاص احنا عملنا شمس زي الشمس بتاعت ايه بتاعت ربنا وقعدوا يقولوا الشمس بتاعت الصين والناس للأسف يعني فتنت وقالت اهو ده البشر بدأوا ان هما يعملوا شمس زي الشمس بتاعت ربنا وجاب لك مشهد الشمس ان الدنيا ليل وعلى فجأة اتحول الليل لنهار وافتخروا بهذه الأمور واتكلمنا احنا ساعتها وقلنا ان يعني حدود ضوء الشمس دي تقدقي كم كيلو اما شمس الخالق البارق سبحانه وتعالى فهي تضيء الارض باكملها سبحانه وتعالى بمنظومة دقيقة جدا جدا قعدوا يفتخروا بالشمس لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم آية من عندي خلالهم النهار ليل في خلال دقائق هتحول النهار لليل لمدة دقتين طبعا لو فتحت لك الصوت هتسمع صوت صريخ وصوت ناس بتصرخ وصوت حاجة مرعبة جدا طبعا وللأسف الناس في الصين مفكرين زي بتوع الأحقاف اللي ذكروا في صورة الأحقاف واذكر أخا عاد إذ أنظر قومه بالأحقاف مفكرين أن ده عارض ممطرنا والأمور بتتكرر ولكن هذه المرة بإذن الله هتكون نظر هلاك لهؤلاء لأنهم عتوا في الأرض فسادا اللي عايزين نقوله لحضراتكم اوعى تنظر لهذه الأخبار من مجرد أن هي أخبار دي آيات ربانية من عند الله تذكر أن هذه المشاهد لولا لطف الله بأمة الإسلام لرأينا هذه المشاهد في ديار المسلمين لازم الموضوع تحسبه من هذه الزاوية يعني في الختام نزعم أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذه الآيات الكونية والنظر الربانية المرعبة حقا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن لا يهلكنا بسنة من عنده سبحانه وتعالى بارك الله فيكم أحباتي في الله عايزين كلنا نضغط على زر الإعجاب لهذه الحلقة لكي تنتشر على أوسع نطاق وعشان نواجه تحديات كثيرة تكلمنا عنها وكلكم فهمين أنا عايز أقصد إيه ودايما بقولكم لا تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته